بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى على النبي الكريم وحياكم الله في درس جديد من دروس المقرر الرياضيات 6 درس الإحتمال والتوزيعات الإحتمالية طبعاً هذا الدرس أيها الأخوة الكرام هي درسين في درس قسم متعلق بالإحتمال و قسم متعلق بالتوزيعات الإحتمالية اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع الإحتمال ابتداء و نترك درس أو موضوع التوزيعات الاحتمالية للقاءات القادمة بإذنه تعالى فنتمنى لكم متابعة ممتعة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس عندنا المحور الأول إن شاء الله اللي راح نتكلم عنه الاحتمال باستخدام التباديل والتوافيق طبعاً احنا تعرفنا على مفهوم التباديل والتوافيق في المقرر الرياضيات أربعة أخذنا مفهوم التباديل ومفهوم التوافيق وقلنا أن التباديل نرمز لها بالرمز مثلاً اللي هو NPR بهذه الصورة أما التوافيق فنرمز لها بالرمز NCR بهذه الصورة راح نذكركم إن شاء الله بهذا المفهوم بعد ذلك سنتكلم عن المتغير الأشوائي والتوزيعات الاحتمالية ونختم بموضوع القيمة المتوقعة طبعاً إن شاء الله حيستمر معنا هذا الدرس بإذن الله تعالى على مدار ثلاثة أيام فإن شاء الله يكون درس سهل وممتع إن شاء الله للجميع نبدأ الآن أيها الأخوة الكرام بالاحتمال ماذا أقصد بكلمة احتمال؟ ذكرنا أن مفهوم الاحتمال هو حالة تقع ما بين حادثة مؤكدة الحدوث وحادثة مستحيلة الحدوث دائماً لما أقولك احتمال أن يقع هذا الشيء فهو ما بين مستحيل الحدوث وما بين مؤكد الحدوث فأقل الحادثة عندي ممكن لها حادثة مستحيلة الحدوث اللي يكون احتمالها صفر وأعلى حادثة عندي هي حادثة مؤكدة الحدوث اللي احتمالها يساوي واحد كذلك بإمكاننا أننا نقيس فرصة وقوع الحادثة فإذا وقعت الحادثة الشيء المرغوب في ذلك اللحظة نقول أن هذا يسمى نجاح وإذا لم يقع في ذلك اللحظة نسميه فشل فبالتالي بإمكاني أني أنا أحسب احتمال النجاح وبإمكاني أحسب احتمال الفشل طبعاً أنا عندي الحادثة بصورتها العامة حيكون عندي نجاح زائداً فشل أما لما أبغى أحسب احتمال النجاح فأنا أخذ اللي هو النجاح على احتمال النجاح زائداً فشل وإذا أردت حساب احتمال الفشل فأني أقسم كذلك الفشل على احتمال النجاح زائداً الفشل طبعا نحن هنتكلم الآن عن الاحتمال باستخدام التباديل والتوافيق ولكن أنا أعرف يعني ربما من مقرر رياضية أربعة ما مر علينا مفهوم التوافيق ومحتاجين كذا نتذكر هذا المفهوم نتذكر مفهوم التوافيق فماذا أقصد بكلمة التوافيق التوافيق أيها الأخوة الكرام هو عدد الطرق الممكنة لاختيار R عنصرا من N عنصرا ولما نقول هنا اختيار فهو اختيار عشوائي بدون ترتيب اختيار بدون ترتيب فبالتالي هذا يسمى إيش؟ يسمى توافيق إذن إذا كنت أريد الاختيار دون ترتيب فبالتالي هنا نقول أن هذا يسمى توافيق أو إذا أردت أني أعرف عدد الطرق الممكنة لاختيار دون ترتيب فبالتالي أسمي هذا توافيق مثلا يكون عندك صندوق مثلا فيه ثمان كرات وتريد اختيار ثلاثة كرات منها بدون ترتيب أريد أن أسحب ثلاث كرات فقط فبالتالي فأني راح أعبر عن هذا بعدد الطرق سيكون ثمانية سي ثلاثة ويحسب بهذه الطريقة طبعا بقول ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة بهذا الشكل أفتح ثلاثة أماكن أبدأ من الثمانية ثمانية في سبعة في ستة وأقسم على ثلاثة في أثنين في واحد بهذا الشكل طبعا أنت الآن بإمكانك تحسب ممكن تختصر الستة مع الثنين والثلاثة فبالتالي يطلع الناتج يساوي كم؟ يساوي ستة وخمسين طريقة ممكنة لاختيار ثلاثة كرات من أصل ثمانية كرات طيب لو قلت لك أبغى مثلا عشرة سي أربعة عندك عشر بطاقات مثلا تريد اختيار أربعة منها فتبدأ دائما البسطة أبدأ فيه من العدد عشرة وعدد الخانات اللي أفتحها أربعة عدد الخانات أربعة فأقول عشرة في تسعة في ثمانية في سبعة وأقسم على الأعداد ابتداء من الأربعة أقول أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد بهذه الصورة بإمكانك الآن أنك تبدأ تختصر ممكن نختصر الثمانية مع الثنين والأربعة ممكن نختصر الثمانية مع الثلاثة يصير فيها ثلاثة فيصير عندك سبعة في ثلاثة في عشرة اللي هي حتى أعطيني كم حتى أعطيك ميتين وعشرة طريقة ممكنة بهذا الشكل طبعا بإمكاني أني أستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد التوافيق فأقول ثمانية وبعدين أكتب شفت وبعدين أكتب قسمة وبعد ذلك أكتب العدد ثلاثة بهذه الصورة فبالتالي بإمكاننا نستخدم التوافيق دائما باستخدام الآلة الحاسبة من خلال الخيار شفت وتقسيم ثلاثة من الأشياء الجميلة أيضا في التوافيق أيها الأخوة الكرام لو جيت قلت لك أنا عندك مثلا عشر كرات أبغاك تختار لي منها ثمانية أبغاك تختار لي منها ثمانية تخيل أنت عندك عشر كرات وقلت لك اختر منها ثمانية فبالتالي أيهما أسهل أنك تختار ثمانية ولا تطلع ثنتين من الكرات وتربيها في الخارج تطلعها بره وخلاص تتخلص منها طبعا بلا شك أن الأسهل أنك تتخلص من كرتين منك والله تسحب ثمانية كرات فسنلاحظ أن عشر سي ثمانية تساوي لو أنا حبيت أني أحسبها بالقانون عشرة في تسعة في ثمانية في سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة لحد معي هذه ثمانية تخلص مبتداءISS الآن يمكن أن تختصر الأمام و السبعة مع السبعة والستة مع الستة والخمسة مع الخمسة والأربعة مع الأربعة والثلاثة مع الثلاثة تبقى معك 10 في 9 على 2 في 1 وهذا يساوي أيها الأخوة الكرام يساوي 10 سي أثنين أو 10 توافيق أثنين أو 10 باختار منهم ثنتين فبالتالي عدد الحالات والله هو عدد الطرق الممكن للاختيار 8 كرات من أصل 10 هو نفس عدد الحالات الممكنة لتخلص من كرتين لأننا إذا كان عندي 10 كرات أريد أن أختار ثمانية الأسهل عليني أن أتخلص من ثنتين فبالتالي هذا دائما سؤال يأحيانا في القدرات أو في التحصيل عفوا يجي سؤال مثل هذا يجي يقول لك مثلا أبغاك تحسب لي وطبعا ما معكالة حاسبة يقولك أبغا 100 سي 98 فكثير من الطلاب لما يشوف هذا يعني يفكر أنه يفكر أنه لازم يكتب يساوي ويحط كسر يعني ممتد إلى ما لا نهاية ويبدأ يكتب الأعداد 98 خانة في البسط و98 خانة في المقام ولكن الطالب المستوعي المستوعي المفهوم التوافيق بشكل جيد يعرف أنه إذا كان عندك مئة كرة تريد أنك تختار منها 98 فلا أسأل عليك أنك تتخلص من ثنتين فكم عدد الطرق الممكنة للتخلص من ثنتين هو هيكون 100 في سي 200 سي 200 أو 100 توافيق 2 فتقول والله هذا يساوي 100 في 99 على 2 في 1 طبعا حيصير 5 في 99 50 عفوا في 99 بهذه الصورة وبالتالي تكون أنت أوجدت قيمة هذه التوافيق إذن هذا هو مفهوم التوافيق والآن نود أن نحن نحسب التوافيق في الإحتمالات فخلونا ننتقل الآن مع معا إلى المثال رقم 1 قال لك رشحت مدرسة 12 طالب من الصف الثاني ثانوي و 16 طالب من الصف الأول ثانوي للتنافس على 6 جوائز نظرا لتفوقهم الدراسي إذا تمت مقابلة المرشحين واختير ستة منهم بشكل أشوائي فما احتمال أن يفوز بالجوائز ثلاث طلاب من الصف الأول الثانوي وثلاث طلاب من الصف الثاني ثانوي طيب هذا السؤال في الاحتمالات أيها الأخوة الكرام لابن أجي أقرى لازم أقرى بعناية ولازم أبدأ أفصل أشوف الحالة لقدامي أول شيء هل هنا الجوائز هذه فيها ترتيب يعني هل قالوا والله بنحط مركز أول مركز ثاني مركز ثالث أو قالوا والله واحد بنعطيه مثلا جوال واحد بنعطيه ساعة واحد بنعطيه مثلا شماغ واحد بنعطيه قلم لا ما قالوا إذن هنا الترتيب ما يهم وطالما أن الترتيب ما يهم فالعملية هي عملية اختيار عشوائي عملية اختيار عشوائي فبالتالي راح أستخدم فيها إيش راح أستخدم فيها اللي هو مفهوم التوافيق راح أستخدم هنا اللي هو مفهوم التوافيق طيب لما أجي أقرأ دائما مسائل الاحتمال قلنا دائما لا بد أني أقرأ مسائل الاحتمال وأفكر دائما ما هي الحالة العامة وما هي الحالة الخاصة نحن نعرف دائما أن مسائل الاحتمال دائما هي عبارة عن الحالة الخاصة وعلى الحالة العامة الحالة العامة دائما هذه أيها الأخوة الكرام تجينا من أول السؤال هذه دائما تجي تكون في بداية السؤال اللي هو يشرح لك في بداية السؤال يقولك والله كان عندي كذا وكذا 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 فهذه دائما تكون في بداية السؤال أما الحالة الخاصة فهي تيجي دائما من كلمة إيش تيجي من كلمة محتمال كذا 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 هذه دائما تعبر عن الحالة الخاصة فبالتالي لو وجينا هنا الآن ولاحظ أن أقال لك هذه هي الحالة الأهمة شوف اللي شرح لك في بداية السؤال رشحت مدرسة 12 طالب من الصف الثاني ثانوي و 16 طالب من الصف الأول الثانوي للتنافس على ستة جوائز نظرا لتفوقهم الدراسي إذا تمت مقابلة المرشحين واختير ستة منهم بشكل عشوائي هنا عرفت أنه ما فيه ترتيب لما قالي اختير ستة بشكل عشوائي فبالتالي هنا أنا عرفت أن الترتيب غير مهم إذن هذه هي الحالة العامة الحالة العامة الحالة العامة أيها الأخوة الكرام هنا نلاحظ في الحالة العامة أن عندي أنا 12 طالب من الصف الأول الثانوي و 16 طالب من الصف الثاني ثانوي أو عفوا 12 من ثاني و 16 من أولى يتنافسون على ستة جوائز فالحالة العامة أنا عندي اللي هم 12 زائد 16 طالب أريد اختيار ستة منهم أريد اختيار ستة منهم فكيف أحسب أنا الحالة العامة هنا راح أحسبها من خلال التوافق فأقول أنا عندي هنا كم طالب؟ عندك 28 طالب تريد اختيار ستة منهم 28 طالب تريد اختيار ستة منهم إذن هذه هي الحالة العامة هذه هي الحالة العامة طيب ما هي الحالة الخاصة؟ الحالة الخاصة قلنا هي اللي تجي دائما بعد كلمة محتمال كذا 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 فبالتالي الحين بجي أشوف أنا الحالة الخاصة الآن أبقول الحالة الخاصة محتمال أن يفوز بالجوائز ثلاث طلاب من الصف الأول الثانوي وثلاث طلاب من الصف الثاني ثانوي وهنا ألاحظ أن عندي هنا حرف الواو ها عندي هنا حرف الواو حرف الواو مثل ما ذكرنا سابقا هو عبارة عن قانون يعني يكون في عملية ضرب دائما حرف الواو مرتبط ارتباط وثيقي والأخوة الكرام بعملية الضرب حرف الواو في العبارات يكافع عملية الضرب في العمليات يكافع عملية الضرب في العمليات فبالتالي في الحالة الخاصة أنت تريد اختيار ثلاث طلاب نريد اختيار اختيار ثلاث طلاب من الصف الثاني ثانوي يعني من أصل 12 وثلاثة من أصل كم من أصل 16 فبالتالي هذه اش تعطيني هذه بتعطيك 12C3 الواو تتحول إلى عملية ضرب وهنا بقول 16C3 إذن هذه هي الحالة العامة وهذه هي الحالة الخاصة فبالتالي لما اجي الحين احسب الاحتمال فبالتالي ايش راح اقول الآن هل لما اجي احسب الاحتمال فبالتالي راح اقول أن الاحتمال هو على النحو التالي ولاحظ أن الحالة الخاصة هي 16C3 ضرب 12C3 أما الحالة العامة فهي عبارة عن 28C6 28C6 وهنا أيها الأخوة الكرامي يجب أن نلاحظ أنه لا بد يكون عندك توازن ما بين عدد الطلاب لاحظ عدد الطلاب هنا 16 و 12 وهنا 28 إذن فعلا عندي 28 طالب في البسط و 28 طالب في المقام و عندك 6 جوائز في البسط و 6 جوائز في المقام طبعا عشان تحسب هذا الاحتمال نحتاج أن نستخدم الآلة الحاسبة فبالتالي أنا الحين راح اكتب الآن بقول أفتح كسر أبكتب 16C3 عشان يأطيني توافيق ضرب 12 shift تقسيم ثلاثة هذا يعطيك 12 توافيق الثلاثة وتحت بكتب 28 shift تقسيم الستة أفوا shift تقسيم الستة لازم يكتب لكيها على شكل سي بهذا الشكل و نضغط المساواة وبالتالي صار هذا هو الناتج 880 على 2691 خلنا نحولها إلى نسبة مئوية تقريبا حتصير هي 0.327 إذن نقول هنا الناتج الناتج هيكون الناتج هيكون 0.327 طبعا كنسبة مئوية احنا ممكن نقول إنها 32.7% بهذه الصورة إذن بهذا الشكل إحنا حسبنا الاحتمال في البداية حددت وش النوع المبدأ العدي اللي بستخدمه لاحط هنا أن الترتيب مو مهم فعلى طولة بستخدم التوافيق لاحط هنا أن عندي الحالة العامة عندي 28 طالب ببختار منهم 6 أما الحالة الخاصة فقال لك لا أبغى ثلاثة من أولى وأبغى ثلاثة من صف الثاني وبالتالي أعطتني اللي هو بنيت اللي هو الكسر للاحتمال بشكل صحيح دعونا نشوف تحقق من فهمك الآن بنفس الأسلوب قال لك في المثال الأول إذا كان عدد الذين رشحوا من الصف الثاني ثنوي ثلاثة والذي من الصف الأول الثنوي 11 إذن الحالة العامة هنا وش بتكون يا جماعة الخير الحالة العامة ستكون عندك أنت 14 طالب وكم جائزة؟ عندك ثلاثة من الصف الثاني و 11 من الصف الأول وعدد الجوائز كم؟ عندك أربع جوائز فكيف ممكن نحددها؟ بنقول 14C أربعة 14C أربعة بهذه الصورة بهذه الصورة طيب الحالة الخاصة الآن اللي هو يبغاك تحسب احتمالها وش رح نقولها الآن؟ قال لك إذا اختير أربع طلاب بطريقة عشوائية ما احتمال أن يفوز طالبان من الصف الثاني وطالبان من الصف الأول فأنت تريد 2 من الثلاثة اللي هما الصف الثاني و 2 من 11 طالب اللي هما في الصف ليش؟ في الصف الأول فهذه بتصير عبارة و طبعا هنا فبالتالي هنا بتقول 3 أبختار منهم 2 و 11 أبختار منهم 2 وبالتالي العملية هنا تكون عملية ضرب وبالتالي لما أجي أحسب بالاحتمال وش راح أقول؟ راح أقول أن هذا يساوي 11C2 ضرب 3C2 على اللي هو 14C4 ولاحظ أن في عندي توازن ما بين البسط وما بين المقام بحتاج الآلة الحاسبة الآن فبالتالي أفتح كسر و اكتب 11 شفت تقسيم 2 اللي هو 11C2 ضرب 3 شفت تقسيم 2 بهذه الصورة على 14 شفت تقسيم 4 بهذا الشكل صار 15 على 91 و 90 ممكن تكتبها على شكل نسبة مئوية ممكن نقول أنها تقريبا 165 من ألف 0165 تقريبا وبالتالي هي تقريبا 16.5% لو حبيت أكتبها على شكل اللي هو نسبة مئوية بذلك أكون أنا حسبت الاحتمال بطريقة صحيحة يعني بذلك أخذنا فكرة عن طريقة عن الاحتمال باستخدام التوافق و كذلك في جميع الحالات اللي يجيب لك فيها مثلا حين يجيك سؤال مثلا يقول لك عندك والله نوعين من الكراسي كراسي خشب و كراسي حديد مثلا نريد اختيار خمس كراسي منها بشكل عشوائي طالما الترتيب ما يهم على طول أروح لوين؟ أروح للتوافق ما احتمال أن نختار اثنين من الكراسي خشب و ثلاثة من كراسي يعني عرفت زي كذا تجي دائما المسائل يعني ملازم نجيب لك إياها طلاب ممكن نجيب لك إياها في أي شيء عندنا والله نوعين من العصار عندنا عصائر برتقال و عصائر منغة مثلا نريد اختيار يعني دائما تجي مسائل بهذه الطريقة دعونا ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى مفهوم جديد اللي هو مفهوم التباديل ما هو مفهوم التباديل؟ هو عدد الطرق الممكنة لترتيب N عنصرا في R مكانا فهنا أيها الأخوة الكرام الترتيب مهم الترتيب مهم جدا فبالتالي بنشوف في المسائل اللي بعد شوي إن شاء الله أن الترتيب مهم فبالتالي نستخدم فيها تباديل ونرمز للتباديل بالرمز NPR بهذه الصورة NPR بهذه الصورة طبعا لو قلت لك مثلا أبغاك تحسب لي خمسة تباديل الثلاثة دائما أيها الأخوة الكرام الخمسة هذه تمثل عدد العناصر عدد العناصر والثلاثة هذه تمثل عدد الأماكن عدد الأماكن فأنت لو جيت تحسب الخمسة بثلاثة عندك ثلاثة أماكن عندك ثلاثة أماكن لأن هذا قالك N عنصرا في R مكانا فالثلاثة تمثل عدد الأماكن طيب أنت تجي ترتب الخمسة عناصر في الثلاثة أماكن المكان الأول كم عندك عنصر ممكن تحط لاحظ أن أنت ممكن تحط العنصر الأول ممكن تحط الثاني ممكن تحط الثالث ممكن تحط الرابع ممكن تحط يش ممكن تحط الخامس إذا صار عندك هنا خمسة خيارات طيب حطيت عنصر في المكان الأول كم يبقى لك خيار المكان الثاني بحقي لك أربع عناصر ما لهم مكان فبالتالي هنا أضع عندي أربعة خيارات بعد ذلك أضع ثلاثة خيارات وبالتالي حيصير الناتج خمسة في أربعة في سر ستين طريقة للترتيب ستين طريقة للترتيب طيب لو جيت قلتك أبغى ثمانية في أربعة بتقولي والله أبدا من الثمانية وبأخذ أربع أماكن فعندي ثمانية في سبعة في ستة في خمسة لاحظ هنا أربعة أماكن أخدتها بهذه الصورة وبإمكاني أحسب اللي هو التباديل من خلال أقول ثمانية بعدين أكتب shift بعدين ضرب لاحظنا التوافي قسمة ولكن الآن عندي ضرب وبعدين أكتب أربعة فبالتالي لو حبيت أحسب ثمانية تباديل الأربعة فوق ثمانية shift ضرب شوف قلبها لي إلى P وبالتالي صار الناتج 1680 1680 طيب لو جاب لي مثلا أنا 5P5 إذا كان عدد العناصر هو نفسه عدد الأماكن فهذا يعطيك 5 فكتوريا ماذا نقصد بفكتوريا؟ مضروب الخمسة مضروب الخمسة فأنا بأبدأ من الخمسة وبوصل إلى الواحد خمسة أربعة ثلاثة أثنين واحد بهذه الصورة فبالتالي لو أجيب لك أنا مثلا NPN فهذا مباشرة يعطيك N فكتوريا لو أجيب لك 10 في 10 تقول 10 في 9 في 8 في 7 حتى تصل إلى 3 في 2 في 1 بهذه الصورة إذن بهذا الشكل لاحظت تبديت من العشرة وعدد الأماكن عشرة طيب لو جبت لك مثلا قلت لك أبغى 5 في 8 هل هذا ممكن أن يكون عدد العناصر أقل من الأماكن؟ هذا مباشرة أيها الأخو الكرام نقول أنه غير معرف غير معرف لازم يكون عدد الأماكن أقل من أو يساوي من عدد العناصر عدد الأماكن يكون أقل من أو يساوي من عدد العناصر لاحظ معي حتى بالألة الحاسب لو جيت تحبيت تكتب تكتب 5 شفت ضرب الثمانية يطلع لك مثيرر فبالتالي يقول لك أنه في عندك مشكلة رياضية في هذا الموضوع فبالتالي لا يمكنني أخذ أنا 5 في 8 ولكن بإمكاني أن عدد العناصر يكون أكثر من عدد الأماكن لنبدأ الحين نشوف المثال رقم 2 قال لك الاحتمال باستخدام التباديل لدى صالح 6 تصدقاء تبدأ أسماؤهم بالحروف ABCDEF ويتوقع من كل منهم اتصالا هاتفي الاتفاق على موعد رحلة ينون القيام بها محتمال أن يتصل A أولا من يوم أشوف أولا وثانيا الترتيب يفرق معي أو لا يفرق معي أخيرا يفرق الترتيب أو لا يفرق يفرق الترتيب إذن هنا الترتيب مهم فبالتالي أستخدم مين أستخدم التباديل لأن الترتيب إيش الترتيب مهم فإذن الحالة العامة أنا عندي في الحالة العامة أنا عندي 6 تصدقاء في 6 مكالمات صح ولا لا هذه الحالة العامة فبقول 6P6 6P6 اللي هي 6 فكتوريا اللي هي تاوي كم نجي نحسبها مثلا أو خلو نحسبها بعد شوي يعني نقول 6P6 طيب الحالة الخاصة احنا قلنا دائما في سؤال الاحتمالات يكون في البداية عندك أنت الحالة العامة أجيبها من هنا 6 تصدقات أبدأ أسمعهم بكذا وتوقع منكم واتصالا هاتفيا على موعد الرحلة إلى هنا قال لك بعدين محتمال أن يتصل A أولا ثم B ثانيا و يتصل كلهم من D و E و F أخيرا إذن هذه هي الحالة الخاصة هذه هي الحالة الخاصة ماليش؟ بس أغير القلم يلا نجي هنا نقول إيش؟ نقول الحالة الخاصة أن يتصل A أولا أن يتصل A أولا هذا شخص واحد في مكان واحد شفتوا شلون؟ B ثانيا هذا شخص واحد في مكان واحد E و D و F أخيرا هذول ثلاثة أشخاص في ثلاثة أماكن ثلاثة أشخاص في ثلاثة مكالمات زي ما تقول كذا ها اللي هما E و D و F أخيرا فبالتالي هتكون بهذا الشكل لاحظ هنا في واحد ما جاء بطهرية اللي هو مين؟ اللي هو السي مسيكين ولكن إيش؟ ولكن السي هذه يعني معروف بالمكان إذا كان أولا راح لل A و ثانيا راح لل B وال E وال D وال F أخيرا فبالتالي أكيد أن السي بيكون ثالثا حتى لو ما ذكر لي فبالتالي هو شخص واحد في مكان واحد وبالتالي لن يؤثر على هذه العملية لاحظوا أن العلاقة هنا و و طبعا ثم يعني زي هاي زي ال و ها زي ال و فبالتالي العلاقة هنا ستكون علاقة علاقة ضرب ما بين هذه الحدود وبالتالي سيكون الآن اللي هو ناتج عملية الاحتمال على النحو التالي أبقول الحالة الآن ما هي ستة بي ستة أما الحالة الخاصة فهي واحد بي واحد أفواً واحد بي واحد واحد بي واحد بهذا الشكل ثم بعد ذلك ثلاثة بي ثلاثة وبعد ذلك واحد بي واحد بهذه الصورة طبعا أنت بإمكانك أنك تقول والله المقام ستة فكتوريا يعني ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد أما واحد بي واحد فهي واحد 1 ب 1 هي 1 3 ب 3 اللي هي 3 في 2 في 1 أخيرا 1 ب 1 اللي هي تساوي 1 طبعا أملية الحسابات هنا أسهل شوية ممكن نحن نشيل 2 مع 3 مع 6 فيبقى لك هنا اللي هو 1 على 1 على 5 في 24 في 63 في 220 إذن هيكون الاحتمال يساوي 1 على 120 1 على 120 بهذه الصورة إذن بهذه الطريقة أيها الأخوة الكرام قمنا بحساب اللي هو الاحتمال باستخدام التباديل ليش استخدمنا التباديل ما استخدمنا التوافق لأنه لاحظ في سؤال التوافق كنت بختار عشوائي ما يهمني من الأول من الثاني أبختار ست طلابه بس أبختار أربع طلابه بس ولكن هنا يهمني من اللي اتصل أولا من اللي اتصل ثانيا فبالتالي من يوم تشوف فيها أولا ثانيا على طول الترتيب مهم وبالتالي أستخدم التباديل لغير مبدأ عد مباشرة إلى مبدأ التباديل خلونا نشوف تحقق من فهمك قالك اشترك صلاح وعبد الله وسليم في سباق أربعمية متر مع خمسة رياضيين آخرين محتمال أن ينهي هؤلاء الثلاثة سباق في المراكز الثلاثة الأولى في المراكز الثلاثة الأولى لاحظ معي من يوم قالي المراكز الثلاثة الأولى اكتشفت هنا موضوع 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 تباديل إذن هنا الترتيب مهم يا شباب ولا مو مهم الترتيب مهم هنا الترتيب مهم لأنه قالي المراكز الثلاثة الأولى فبالتالي يفرق معي المراكز الأولى على المراكز الأخيرة فبالتالي الترتيب مهم ما هي الحالة العامة هنا خلونا نحددها من السؤال قالك اشترك صلاح وعبد الله وسليم في أربعمية متر مع خمسة رياضيين آخرين إذن هذه هي الحالة العامة هذه هي الحالة العامة فنقول هنا الحالة العامة عندي سباق ثمانية رياضيين أو ثمانية أدائين في ثمانية مراكز في ثمانية مراكز فبالتالي هذه كيف أعبر عنها أيها الأخوة الكرام ثمانية أناصر في ثمانية أماكن أقول ثمانية بي ثمانية ثمانية بي ثمانية طيب نجي الحين للحالة الخاصة نجي الحين للحالة الخاصة قالك ما احتمال أن ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الأولى أن ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الأولى في الحالة الخاصة نلاحظ أن صلاح وعبد الله وسليم في المراكز الثلاثة الأولى إذن بقول ثلاثة أشخاص في ثلاثة مراكز إذن سيأطيك هذا إيش؟ سيأطيك ثلاثة في ثلاثة طيب والباقيين أنا عندي ثمانية عدائين هم لا جاب لي طاري إلا ثلاثة وهنا نقول الباقي الباقي البقية أو باقي العدائين الباقي ها عندك خمسة أشخاص في خمسة مراكز فبالتالي حيكون عندك هنا خمسة في بي الخمسة بهذه الصورة وبالتالي لما تجي تحسب الاحتمال الآن ودائما نلاحظ أن يجب أن يكون عندي توازن ما بين البسط وما بين المقام فالحالة الآن ما عندك ثمانية بي ثمانية أما الحالة الخاصة فيها ثلاثة بي ثلاثة في خمسة بي الخمسة بهذه الصورة معذرة خمسة بي الخمسة بإمكانك تحسبها باستخدام الآلة الحاسبة قلونا نجيب الآلة الحاسبة الآن نقول نفتح كسر نكتب فوق خمسة شفت ضرب خمسة اللي يعطيك خمسة بي خمسة ضرب خمسة ثلاثة عفوا ثلاثة شفت ضرب ثلاثة والناتج هذا أبغى أقسمه على إيش نقسمه على اللي هو ثمانية شفت ضرب الثمانية شفت ضرب الثمانية بهذا الشكل وبالتالي الناتج سيطلع معاك واحد على ستة وخمسين واحد على ستة وخمسين بهذه الصورة أنا كذا أكون جبت ليش جبت الاحتمال كيف يفرق متى استخدم التبادل ومتى التوافق قلنا اللي يفرق معاك في الترتيب بذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا القسم الأول بنجاح اللي هو الاحتمال باستخدام التبادل والتوافق ونترك بقية الأقسام بإذن الله تعالى اللقاءات القادمة ولكن خلنشوف الآن اللي هو أسئلة من التقويم يكون في التدريبات في الكتاب قالك صندوق في عشر كرات ستة حمراء إذا سحبت منها كرتان معا عشوائيا فمحتمال أن تكون الكرتين حمراء وين لاحظ أنت عندك عشر كرات ستة حمراء وأربعة ملونة يعني غير حمراء مثلا بهذا الشكل أنت تريد أنك تسحب كرتين معا فالحالة العامة واش رح تكون يا جماعة الخير؟ تكون عشر كرات أبغى أسحب منها ثنتين 10 كرات أبغى أسحب منها 2 إذن هذه هي الحالة العامة صندوق في 10 كرات أبسحب منه 2 هذه هي الحالة العامة الحالة الخاصة أنت بتسحب من هذه 2 ومن هذه كم بتسحب هذه 0 ما تبي تسحب منها شيء فبقول هنا 6C2 و 4C0 4C0 طبعا تساوي 1 4C0 تساوي 1 الآن أقسم مثلا أنا هنا فبقول عندك هنا 6 شفت تقسيم 2 ضرب 4 شفت تقسيم 0 يعني إذا حبيت وهنا تكتب 10 شفت تقسيم 2 طبعا لاحظ هنا الترتيب غير مهم ترتيب غير مهم فبالتالي الناتج صار كم يساوي صار يساوي ثلث الناتج صار يساوي ثلث بهذه الصورة إذن الاحتمال ثلث أو ممكن نقول ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة بالمئة بهذه الصورة لاحظ هنا الترتيب غير مهم لأنني بسحب كرات من دون ترتيب غير مهم وبالتالي حنستخدم مبدأ إيش؟ قلنا مبدأ التوافق خلونا نشوف السؤال اللي بعده نختم بهذا السؤال دخل ثمانية لاعبين في نفس السؤال السابق يعني A, B, C, D, G, A, H إذا اختير أسماء اللاعبين عشوائيا فمحتمال أن يكون أول أربع لاعبين مختارين هم هؤلاء اللاعبين فأنت في الأصل عندك كيف نبني المقام رح نقول ثمانية لاعبين في ثمانية أماكن وعندك هنا أربعة اختارهم فنسكرون أربع لاعبين في أربع أماكن ويبقى لك أربعة اللي ما جاب طاريهم فتقول أربعة لاعبين في أربعة أماكن وتحسب الاحتمال بهذه الطريقة وبذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا فقرتنا لهذا اليوم أتمنى تكونوا استمتعتم في درس اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة نلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته